في ظرف أيام قليلة انتصرت شبوة لنفسها ولليمن الكبير بعد أن صدت محاولة اجتياح فاشلة من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات اليوم أعلن المحافظ محمد بن عديو أن شبوة أصبحت مدينة آمنة بعد استكمال السيطرة على الجيوب الأخيرة للمتمردين أخرها كان السيطرة على ميناء بلحاف الاستراتيجي بعد خروج القوات الإماراتية منه باتجاه المكلة إذن شبوة محافظة يرفرف في تبابها ومقراتها الحكومية عالم الجمهورية اليمنية وقبل ذلك في أذهان أبنائها الذين قلبوا المعادلة السياسية والعسكرية وسجلوا أهدافا في مرمى خصوم البلد محليا وإقليميا لكن ماذا بعد شبوة؟ يتساءل المراقبون حول أولويات الحكومة في هذه المحافظة التي تعتبر الرئة الإرادية للبلد لا سيما مع وصول دولة رئيس الوزراء إليها وعقد اجتماعات وزارية طارئة تتجه أنظار جميع اليمنين اليوم نحو شبوة وكيف ستتعامل الحكومة والسلطة المحلية عقب هذا الانتصار خصوصا بعد خروج القوات الإماراتية التي كانت تسيطر على المنشآت الحيوية كميناء بالحاف وميناء علي وآبار النفط والغاز مراقبون يرون أن انتصار شبوة رغم وقوف دولة الإمارات مع الانتقال بكامل إمكانياتها تم بإعاز ودعم سعودي كجزء من مشهد تقاسم النفوذ بين الرياضي وأبوظبي تريد رياض التعزيز نفوذها في الشرق اليمن مقابل إخلاء الجنوب لأبوظبي فيما ترك الحوثي لتعزيز سلطته في الشمال تطبيع الأوضاع في شبوة وبقية المناطق المحررة مرهون بالعودة النهائية لقيادة الشرعية والعمل على تعزيز حضور الدولة ومغادرة فنادق الرياض التي أصبحت أقرب للشتيمة بعد أن أقامت فيها قيادة الدولة أكثر من أربع سنوات وزارة الخارجية رحبت بحوار جدة مع متمردي الانتقال بعد أن كانت رفضته إبان سيطرة الانتقال على عدن فيما يبدو أن هذه المحادثات إن تمت ستكون وفق واقع مختلف بعد أن كسرت شوكة الانتقال في شبوة إلا أن المخاوف الكبرى تتمثل في كبح جماح انتصار شبوة وإعادة تكبيل الحكومة بقيود الضغوط السعودية تحت لافتة التفاهمات يرى اليمنيون أن شبوة ألقت حجرا في مياه التحرير الساكنة لتخليص البلد من سيطرة الميليشيا وإنهاء الوجود الإمارات من الجزر والموانئ وكامل التراب اليمني